موسيقى السلام عليكم بعد التعرف على الخصائص الثلاثة للكهرباء وهي الجهد الكهربائي وحدته الاساسية هي الفولت ونرمز له بالحرف V الشدة الكهربائية وحدتها الاساسية هي انبير ونرمز لها بالحرف A المقاومة الكهربائية ونرمز لها بالحرف Omega سنحاول دراسة وتجربة وقياس هذه العناصر في التركيب البسيط لمصباح واحد لدينا التركيب البسيط التالي سنقوم بقياس الجهد الكهربائي بين طرفي المصباح نجد ان الجهد الكهربائي هنا هو 220 فولت الآن سنقوم بقياس الشدة الكهربائية في الطور على التوالي نجد ان قياس الشدة الكهربائية الداخلة للمصباح هي 0.25 أمبير الآن سننتقل لقياس المقاومة الكهربائية للمصباح نقوم بقياس مقاومة المصباح بين طرفي المصباح ولابد من فصل التيار وعزل المصباح عن التركيب للحصول على المقاومة الحقيقية للمصباح نجد ان قياس مقاومة المصباح هي 880 أم إذن في هذا التركيب الذي أمامنا نجد القياسات الثلاثة وهي الجهد الكهربائي يو يساوي 220 فولت الشدة الكهربائية للمصباح أي تساوي 0.25 أمبير المقاومة الكهربائية للمصباح الكهربائي تساوي 880 أم لاحظ هنا العالم الألماني جورب سيمون أم وجود علاقة رياضية بين القياسات الكهربائية وهي أننا لو قمنا بضرب قيمة شدة التيار الكهربائي للمصباح في قيمة المقاومة الكهربائية نحصل على قياس الجهد الكهربائي يو يساوي أي ضرب أر هذه العلاقة بين الخصائص الثلاثة نعرفها بقانون أم أي أننا لو قمنا بضرب 0.25 في 880 سنجد نتيجة 220 وبالتالي يمكننا أن نقوم بحساب أي قياس ثالث بقيامنا بقياسين فقط سنقوم بتكرار العملية مع مصباح أكثر إضاءة من المصباح الأولي وسنقوم بقياسين اثنين فقط وسنحسب القياس الثالث لدينا هذا المصباح الأكثر إضاءة من المصباح الأولي الجهد الكهربائي طبعا هو 220 فولت سنقوم بقياس الشدة الكهربائية لهذا المصباح نجد قياس 0.75 أمبير إذن يمكننا حساب قيمة مقاومة المصباح بدلا من قياسها عبر قيمنا بالعملية التالية 220 تساوي 0.75 مضروبة في المقاومة إذن المقاومة تساوي 220 مقسومة على 0.75 والنتيجة هي 293 أم نفس الشيء لو كنا لا نعرف قياس الشدة ولدينا قياسات الجهد والمقاومة لتسهيل حسابات قانون أم سنترك لكم هذه الطريقة دائما أكتب قانون أم في الأعلى واكتب تحته عملية ضرب بسيطة جدا مثلا ستة تساوي ثلاث مضروب في اثنان ستة هي الجهد الكهربائي ثلاثة هي الشدة الكهربائية اثنان هي المقاومة إذا أردنا الحصول على الشدة أو ثلاثة فهي ستة مقسومة على اثنان أو الجهد مقسوم على المقاومة إذا أردنا الحصول على المقاومة أو اثنان فهي ستة مقسومة على ثلاثة أو الجهد مقسوم على الشدة الكهربائية في الأخير يجب علينا الانتباه إلى أن كل العلاقات الحسابية في الكهرباء لابد من أن تكون بالوحدات الأساسية لذلك دائما ننصحكم بتحويل الوحدات بواسطة جدول تحويل الوحدات الذي تكلمنا عنه في الحلقة الماضية إلى هنا وصلنا إلى نهاية الشرح شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة